بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله اليوم نشرح موضوع choice of genitive اللي هو واحد من مواضيع مادة القرامر والمرحلة الثالثة chapter 4 وهذا الموضوع موجود صفحة 96 اليوم بهذا الموضوع راح نناقش ما هي الاسماء اللي راح استخدموا ايس جينيتف و اوف جينيتف اوكي يعني ما هي نوعية الاسماء اللي استخدموا ايس جينيتف طبعا الجنف اللي نستخدمها للتعبير عن الملكية وما هي الاسماء اللي نستخدموا ايس جينيتف للتعبير عن الملكية نحن بكيف استخدم ايس جينيتف لا اكدوا وابط تتحددني انه استخدم مثلا مع هذه النوعية من الاسماء ايس جينيتف ومع هذه النوعية ايس جينيتف فبالنسبة لاستخدام ايس جينيتف او الاسماء او فئة الاسماء اللي نستخدموا ياها ايس جينيتف فعند النوع الاول من الاسماء اللي استخدموا ياها ايس جينيتف اللي هو الاسماء الشخصية الأسماء الشخصية هي الأسماء اللي احنا سميناها أسماء العالم التي ممكن تشير إلى شخص إلى مكان إلى شيء فهذه الأسماء تسمى وهي أسماء دائما تبدأ يعني محددة نسميها يعني تشير إلى أشخاص محددين وتسميهم ودائما هذه الأسماء تبدأ بكابتل لترز مثلا عندي جورج واشنطنس ستاتشيو تمثال جورج واشنطنس اللي هو رئيس الأمريكي وأول رئيس أمريكي يعتبر فواشنطنس اللي هو جورج واشنطنس ستاتشيو هنا هي اسم يعود إلى شخص محدد وهذا الاسم ومذكور يعني دائما مثل ما تعرفون شرحنا مسبقا هي الأسماء اللي تبدأ بكابتل لترز فالنوع الأول اللي نستخدم وياها الاس جانيتف اللي هي البرسنال نيمس اللي هي الأسماء المحددة التي تشير إلى أشخاص أو أماكن محددة وتسميهم يعني هذه الأسماء تكون سبيسيفك النوع الثاني من الأسماء اللي نستخدم وياها اس جانيتف للتعبير عن الملكية اللي هو البرسنال ناونس هناك نيم هنا ناونس الفرق بين النام والناونس هناك أسماء محددة تشير إلى أشخاص محددين وتحددهم أوكي يعني يكون سبيسيفك هناك ودائما النامس يعني الأسماء النامس هي الأسماء اللي تبدأ بكابتل لترز بينما النونس هو اسم غير محدد أوكي هو اسم أشخاص غير محددين يعني رح يكونوا كمن هذه الأسماء تبدأ بحروف صغيرة يعني من أقول البوي هذه كلمة غير محددة أوكي إلى أي بوي ولكنها تشير إلى شخص يعني هي تشير إلى شخص ولكن غير محدد لأن بوي ممكن تشير إلى أي ولد كذلك لما أقول فالسيسترز اللي هي الأخت هو اسم غير محدد يعني ما غير غير سبسيفيك خلي نقول هو اسم يشير إلى أي أخت فهذا الفرق بين النامس والنامس الفئة الثانية من الأسماء اللي نستخدم أو نوع الثالث العفو من الأسماء اللي نستخدم وياها هي الأسماء يعني اللي تعرفون هالأسماء اللي تشير إلى أو تشير إلى عدد من الأشخاص أو تضم مجموعة من الأفراد مثلا لدينا فالجموعة هو اسم يعني اسم جمعي يعني يحتوي داخل مجموعة من الأشخاص يعني ما أقول حكومة الحكومة تكون من رئيس وزراء مجموعة وزراء أوكي موظفين فهذا الاسم يشير إلى مجموعة من الأشخاص فهذا الاسم نستخدم ويا الاس جينيتف لما نعبر عن الملكية كذلك مثلا نقول the nation's social security فthe nation's هو collective nouns طيب النوع النوع الأخير من الأسماء طبعا هذه الأسماء كلها animate animate يعني كائن حي كائن حي يعني بيروح هذا المقصود بالanimate فالاس جينيتف تستخدم مع الأسماء الانimate للتعبير عن الملكية عندي النوع الأخير اللي هو higher animals ذا تذكرون شرحنا بالgender higher animals هاي الأنواع يعني من الحيوانات اللي تكون ممكن كبيرة أو ممكن تكون من حيث الحجم أو ممكن تكون هذه الحيوانات اللي كسبت أهمية أو بسبب مكانتها عند الناس أصبحت ذات أهمية فهذه الحيوانات كأنما نعاملها يعني معاملة الانimate لأن مثل ما تعرفون احن يعني بالحيوانات كنا نعتبرها أوكي غيرها قلنا نعتبر الـ دائما نستخدم ولكن هذه الحيوانات بسبب أهميتها ومكانتها عند الناس كأنما يعني بدأت يعاملونها كمعاملة الكائن الحي أوكي يعطونها ضمائر الكائن الحية العاقلة يعني أقصد فهذه الحيوانات أيضا نستخدم إياها لأيز جينيف فمثلا نقول The horse tail ذيل الحسان أو The lion's hanger جوع الأسد طيب عندنا مجموعة طبعا نحن اللي ذكرناه بالبداية هي أسماء حية نستخدم مع الأسماء الحية كائنات حية عرفنا يعني شين كائنات حية يعني أسماء يعني كائنات حية بها روح تتنفس تمشي طيب عندي مجموعة من الأسماء طبعا طبعا الاسم الثاني من أقول او فهما نفس الشي هذا الاسم الثاني إلا آه آه يعني مثلا نوع الأول من الأسماء الانيميت الغير عاقل اللي يستخدمها اس جينيتف اللي هو الـ Geographical and Institutional Names اللي هي الأسماء المواقع الجغرافية والمؤسسات هذا النوع من الأسماء على الرغم أنه غير كائنات غير حية تعتبر ولكن راح نستخدمها اس جينيتف مثلا عندي The Europe's Future استقبل أوروبا Europe's هو اسم جغرافي يصير إلى موقع جغرافي ليقارة أوروبا مثلا إذا قلت ميرلينس Democratic Senator يعني سنتور الحزب الديمقراطي عن ولاية ميرلينس ميرلينس هو موقع جغرافي أو The School's History The School's هي مؤسسة فهذا النوع من الأسماء نستخدمها اس جينيتف هي اسماء الجغرافية واسماء المؤسسات طيب النوع الثاني اللي هو Temporal Nouns Temporal Nouns هي الأسماء اللي تخص الأوقات يعني أي اسم يدل على وقت فهذا النوع من الأسماء راح نستخدمها اس جينيتف مثلا أقول A moment thoughts A week's holiday Today's business كل هذه الأسماء تشير إلى أوقات أو يعني Temporal Nouns فهذا النوع من الأسماء نستخدمها اس جينيتف طيب عندنا الفئة الأخيرة من هذه الأسماء اللي هي Nouns of Special Interest of Human Activity اللي هي أسماء خاصة للنشاط الإنساني يعني أسماء أي نشاط يقوم به الإنسان فهذا النوع من الأسماء نستخدمها اس جينيتف يعني مثلا لما أقول The Games History The Games اللعبة هو نشاط إنسان يقوم به الإنسان فاستخدمها اس جينيتف أو أقول The Brain's Total Solid Weight الوزن الثابت للدماغ The Mind's General Development كل هذه الأسماء تشير إلى نشاطات يقوم بها الإنسان راح نستخدم وياها الاس جينيتف طيب ننتقل إحنا اللي ذكرناها الأسماء اللي ذكرناها هي الأسماء اللي نستخدم وياها الاس جينيتف راح نجي على فئة الأسماء اللي نستخدم وياها أوف جينيتف يعني أوف ويا من أقدر أستخدمها بصورة عامة أوف جينيتف نستخدمه مع الانيميت مع الكائن الغير حي أوكي مع الكائنات الغير حي يعني اللي ما بيها روح لما تتحرك فمثلا أقول the title of the book أوكي طبعا لما استخدم as genitive وال of genitive الفرق راح يصير أنه لما استخدم as genitive راح يكون مالك بمملوك بينما the of مملوك بمالك يعني the title هو المملوك الكتاب هو المالك يعني عنوان الكتاب كي هذا التغير فهنا استخدمنا off لأنه the titles هو in animate لذلك ما أقدر استخدميه ال as genitive أو لما أقول the interior of the room داخل الغرفة فداخل الغرفة هو غير عاقل لذلك راح أستخدموه ال off genitive وليس ال as genitive لأن بصورة عامة احنا نستخدم ال off مع الأسماء ال in animate نسميها طيب أو ممكن نستخدم مع in majors partitives and appositive expressions نستخدمها مع يعني هذه قياسات الأشياء أو جزئيات الأسماء كذلك مع ال as genitive مع جزئيات أو أسماء يعني جزئيات أو خلين نقول yes partitives and measures في القياس ما عدا temporal measures ما عدا الأسماء التي تشير إلى وقت هنا راح نستخدم معها ال as genitive فلما أقول month's rest نعم month هو اسم يشير إلى وقت فنستخدم معها as genitive على الرغم أنه هو دا أستخدم جزء من الوقت أو قياس لوقت فقياسات الوقت راح نستخدم معها as genitive كذلك ال idioms اللي هي العبارات الإصطلاحية هذه العبارات الإصطلاحية نستخدم معها ال as genitive يعني مثلا أقول the arms length طول ذراع أوكي على الرغم أنه هو partitives هنا أوكي تقسيم يعني قسم من كل أو من كمية ولكن بما أنه هو idiom يعني اصطلاحي تعبير اصطلاحي فرح نستخدم معها as genitive الأخير اللي احنا نستخدم ال of genitive كذلك مع ال headlines اللي هي العناوين الرئيسية للصحف مثل ما هو ذاكر for the reason of space of economy أوكي فهذه العناوين الصحف كذلك نستخدموا إياها ال as genitive وليس ال of genitive يعني مثلا institute's roof damage فهنا على الرغم أنه هو اسم مؤسسة وغير عاقل لكن استخدمنا as genitive لأنه يعتبر headlines of a newspaper هذا كل ما يتعلق بدارسنا لهذا اليوم thank you so much and goodbye شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم